أكد سعادة سيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام في تصريح خاص بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أكد على ما يجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات من مصير مشترك ورؤية موحدة وتعاون مثمر على مختلف الصعود عندما يختلط دم الجندي البحريني بدم الجندي الإماراتي على تراب الأرض العربية فعلا من القيادة والشعب والبلد واحد عندما نتحدث عن العلاقات بين البحرين والإمارات فنحن لا نتحدث عن علاقات أخوية وتاريخية مشتركة تجمع القادة والشعب فقط لا نتحدث عن مصير مشترك ورؤية موحدة وتعاون وتنسيق تاريخي متوارث عبر الأجيال فقط نحن نتحدث عن نموذج متميز ووحدة متجسدة واقع لما يجب أن تكون عليه العلاقات في البيت الواحد الحقيقة على مرة تاريخها ثبتت المواقف أن البحرين أولا في عين الإمارات والإمارات أولا في عين البحرين ما نعتبر نفسنا مع الإمارات بلدين شقيقين فقط بل نعتبر نفسنا بلد واحد وشعب واحد نحمل هدف واحد ومصير مشترك نحن ما نغادر أوطاننا بل نحط رحالنا في أوطاننا كما قال الشيخ زايد بن سلطان الانهيان رحمه الله الإمارات والبحرين بلد واحد وما يربطنا من مودة هو دليل الأخوة اللي تجمعنا على مر الزمن بهذه المناسبة نهنى الإمارات ونهنى أنفسنا بعياد الإمارات الوطنية اللي تعلمنا من غادتنا أنها عيادنا مثل ما هي عياد الشقان وبإذن الله سنسير معا في صف واحد على نهج الآباء والأجداد لتستمر هذه العلاقات في النمو والازدهار كل عام وبلدي الإمارات قيادة وشعب ألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر